حلقة النهاردة بقى موضوعها سؤال مهم جداً بيهم يعني يخص شخص الله السؤال ده طرح كتير جداً على مرة العصور والنهاردة حننقشوا مع بعض ببساطة خلينا نشوف موضوع الحلقة نشوف سلايد الأولاني عنوان الحلقة النهاردة الدار لا ينفع في الحلقة دي حننقش ثلاث نقطة الدار من هو والنقطة الثانية هل خلق الله الشر والنقطة الثالثة والأخيرة هتكون قدوس وبار وليس دار الدار النافع بقى من أسماء الله الحسنة في الإسلام يعني معنى الدار بيقول كده في المعجم بيقول أنه الدار هو الذي يقدر الضرر ويوصله لمن شاء من عباده ده التعريف الإسلامي يعني يقدر يعني يعني يبقى حاجة قدرية يعني يكتبوا عليكم الله قدر ده عليكم يقدر الضرر ويوصله لمن شاء من عباده وقدر وما شاء فعل مش بيقول كده يعني مش بس أنه يعني بيقول أنه ده هيحصل لأ ده كتبوا عليكم مكتوب علينا لأنه فيه المكتوب والمكتوب ده من ضمن ما قدر الله على البشر ده الفكر الإسلامي خلي بالكو أنا مش بقول أن ده فكر صحيح أنا بقول أن ده الفكر الإسلامي ده التفسير الإسلامي للمعنى خلينا نشوف المعجم بقى بيقول إيه عن معنى الضرر الضرر هو الأذى والخسارة وشدة البلاء وسوء الحال ودي موجودة في القرآن كمان بيقول كده وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له وبيتكلم في آيات كتير أنا شايفيني حطنا لكم الآيات اللي بيتكلم فيها عن إزاي إنه الضرر ممكن يحصل في حياة الإنسان قلتلك وهو معناه إنه معنى الضرر الضرر هو من يقدر الضرر ويوصله إلى من شاء من خلقه الضرر يعني الضرر فالمفهوم الإسلامي بيقول إنه الخير والشر من الله ونبلوناكم بالشر والخير ففتنة وإلينا ترجعون فتنة ونبلوناكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون دي سورة الأنبياء يا جماعة عندما يتكلم الله صوت الله بيقولك أنا حديك بلوة عشان تفتنك يعني مش دي العمية بتاعيثها مش ده المقصود أنا حديك ابتلاء مصيبة كارثة مرض حديك ابتلاء ما هو الله في الإسلام هو من يسبب المرض هو خالق الشر إذن الابتلاء من الله فتنة بيقولك كده فتنة وبعد أن يرجع يقولك في آية تانية وإن يمسسك الضر فلا كاش فلا ده هو على كل شيء قدير لو مسك بضرر ما حدش يقدر يشيل الضرر عنك ولو مسك بخير هو على كل شيء قدير دي سورة الأنعان ففي تقرير من إله الإسلام إنه هو من يعني يقوم بالضرر في حياة أتباعه طبعا إحنا اتكلمنا قبل كده ولما اتكلمنا في العديد من أسماء إله الإسلام المفروض إنها أسماء حسنة وبعدين نجد إنها ما هيش حسنة أبدا اتكلمنا في موضوع تغيير وتنقيح أسماء الله الحسنة في الإسلام يعني فاكرين إما اتكلمنا على أسماء الحسنة أسماء الله الحسنة بتاعت النقشة باندي اللي كلنا حفظنها وهو الله الذي لا إله إلا هو كل ده طلع منهم حاجة وعشرين واحدة ما مش صح من فعش يتقل عليها اسم وممكن تقول عليها صفة وممكن يكون يعني موجودة في حديث بس مش موجودة في قرآن وهكذا واختلفوا عليها لكن الشيخ علي جمعة بجلالة أدرو بتكلم عن الدار على إنها من أسماء الله الحسنة هنحط لكم الفيديو ده على الصفحة في الفيسبوك بيقول إنه الدار النافع من أسماء الله الحسنة وبيعود يشرح لنا بقى يعني إيه الدار النافع دي ودورها إيه وكده يعني أنا هقول لكم حاجة جزء كده من اللي قالوا عنها بس عايزاكم تفتكروا حاجة إنه علي جمعة مش راجل مخرف ولا حاجة لا ده عالم إسلامي يطبع ويحترم وجليل في مكانه و يعني أزهري عميق وعويس وقالوا مكانته يعني يا جماعة مش أي واحد كده ده مش بس كده ده عضو مجلس كبار العلماء النهاردة ما زال هو عضو في مجلس كبار العلماء في الأسر الناس اللي بتقرر حياتكم تعملوا إيه ومتعملوش إيه وكده ده واحد اللي بيتخذ منه الكلمة اللي يقولها فتوى عارفين إيه كمان ده كان عشر سنين مفتي الجمهوري عشر سنين يعني لو كان على قده في المعلومات كانوا دوله سنتين ثلاثة وشلو لكن ده كلامه فتوى اعترضوا بقى على كلام ربنا بيقول إنه ده من أسماء الله الحسنة يعني اللي ضعف الحديث لازم يروح يتفاهم مع المفتي السابق وكده يعني يشوف إذا كان يقدر يقنعوا إن ده مش من أسماء الله الحسنة إحنا مالنا إحنا بيقولوا لكو كده امشوا وراء الأذر أدي الأذر بيقولنا ده من أسماء الله الحسنة وحتى لو كان من صفاته أو أعماله أو تصرفاته إنه يصيب أتباعه بالضرر فده كافي إنه يقولك إنه في مشكلة في شخص هذا اللي إح خليني أروح الشيخ علي جمعة بيقول إيه هو بيقدم فكرة بيقول كده يعني بيقول تسوق لنا فكرة إن الله مضر وبتخلي يعني عايز يسهلها لنا إن إحنا نقبل فكرة إن الله مضر يحسنها قدامنا شوي فبيقول كده بقى إنه بيتكلم عن الدار النافع وبيقول كلمة الدار هتعلمك الصفحة والمغفرة شوف الحكم بقى لأن لو عرفت إن الله هو اللي صلت الناس عليك هتغفر له ده مش معناه إنه إن إحنا لا نعاقب الناس يقولك يعني إيه لو واحد قتلك قتيل مثلا قتل حد من عائلتك هل ما يتعاقبش لا يتعاقب ولازم يعني يضرب على يده وانعاقبه لازم القتل يعاقب لكن إنت لما تعرف إنه الله هو اللي خلاه يعمل كده العقيدة في القلب يقولك العقيدة في القلب هي اللي بتخليك لا تنسب العمل إليه بذاته من غير تقدير المقدر سبحانه سوء يعني إيه خلينا نفسر الكلام ده شوي إذا واحد قتل قتيل وإنت ده ابنك ولا أي حد قريبك فأنت لما تبص للراجل ده تقول ما هو يعني غصبا عنه الراجل ما هو ربنا قدر عليه ده لكن إنت أصابك الضرر فلازم تغفر للراجل ده وتطمئن إن الضرر ده إنت حتجاز عنه بعدين لأن خالق الضرر وباعث الضرر وواجد الضرر في حياتك هو الله سبحانه وتعالى أنا عايزة أقول إن الكلام ده لا يليق بشخص الله لا يليق بشخص الله ولا بمحبة الله ولا بما يعلمه الكتاب المقدس عما قدم لنا الله من محبة وفداء وصبر وأنا علينا لا يليق بيه خالص وحنشوف دلوقتي ليه سؤالي إن كان الله قدر فما زن بالقاتل إذا كان ده تقدير الله فما زن بالقاتل وإن كان الله قدر فما زن بالمقتول أو أهل المقتول وإذا كان الله مثلا يعني خليني أخد مثل عملي في حياة المرأة المسلمة إذا كان الله قدر في حياة المرأة المسلمة إنها تعيش مع راجل يأذيها وتعيش في مجتمع يعنفها ويقمعها يعني لمن تنظر المرأة هنا تسامح جوزها اللي بيعجينها كل يوم زي عاجين الفلاحة يفضل يضرب فيها طول الليل ويخليها تعمل اللي هي عايزه ومحدش يقدر يقول لأ لما تطبع فكرها إنه هكذا يجب أن تعامل أو إنها تعيش معنفة في مجتمع لما أما يشوف المجتمع التعانيب في حياتها يقولها ما أنت سبب مين اللي قدر على المرأة عامة إنها تعيش كده أنا أقول لك مين الشيطان لا يمكن يكون الله لا يمكن يكون الله لأن الله خلقك ابن لي أنت ابن لله أنت خلقته صنعت إيديه فمش هو اللي يقدر عليك ده بالعكس هو يسعى لإنتشالك من ده لتغييرك من الداخل وتغيير مجتمعك لكن اللي بيتقال ده لا يمكن يصلح إنه يكون مع الله الدار اللي يضر الناس بهذا الشكل ويقدر عليهم الدرر يصبح معضلة في حياة المسلمين الإسم في حد ذاته بيوضح لنا الأسباب ليه كده اللي بيسبب الدرر لغيره ممكن يسببه بلا معرفة وده لا يليق بالله يعني في الناس اللي ممكن تسبب ضرر في حد حد خلينا ناخدها من بصورة شخصية شوي ممكن الضرر يسبب وإنت ما تعرفش إنت أنا سببت ضرر لحد لا يمكن ده ينسب لله الله كله المعرفة مش كده لا يمكن استحالة وممكن الطريق ده ممكن الدرر اللي يتسبب ده يكون عن طريق حدثة برضو ده لا يليق بالله لأنه الله يعني مصور كل شيء عارف كل شيء كله القدرة كله المعرفة لا يحد بشيء هو عارف القديم والجديد عارف كل حاجة فما ينفعش انه تطلع منه حدثة ما ينفعش يتقلر انه الدرر ده جيء أوبس معلش جيت فيك ما ينفعش لا يليق بالله وممكن الدرر ده يبقى مقصود لأنه لأن طبيعة الشخص اللي بيدر طبيعة شريرة بنسلميها تنمر أو بلتجة أو شر يعني شخص في طبيعته الشر والله غير مجرب بالشرور الله قدوس وبار والقداسة يعني اللي فيه لا يمكن تسمح للشر انه يكون موجود فيه الله يبغد الشر ممكن انسان يسبب الضرر عن جهل ده ينسب للبشر النقصين لكن لا ينسب لله كامل المعرفة كامل القدرة كلية الوجود ابن تايميه بقى قال ايه قال انه لازم لما يذكر اسم الدار يذكر معه النافع ما يلازم حاجة تسنده اكي مع بعض عشان نشوف الصورة كاملة لا انت كده مش بتشوف الصورة كاملة انت كده بتشوف الصورة مشوشة ولكن عارفين حاجة يعني انا لما بشوف ده بيحصل في صورة التشويش دي اللي بتحصل عند المسلم خلينا نشوف الايات القرآنية مرة تانية نشوف السلايد ده اما بنشوف التشويش ده يعني حاصل في حياتنا زي مثلا الاية اللي بتقول انه قبل وانكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعني ايه يعني بيقولك انه خلاك تشوف الله بصورة حد تبقى مرعوب منه دايما لانك ما تقدرش تثق فيه ازاي توثق توثق في حد بيتقال عنه انه انسان ضار ومؤذي وبيفتن الناس وفي طبيعته الضرر ازاي خليني دايما ناخد المثل ده وخصوصا مع المرأة المسلمة اقول لها يعني ايه لو حد اتقدملك وقال لك ده في يعني يقالولك فيه كل الطبيعة الرائعة والجميلة بس هو شخص مؤذي يعني احيانا كده تلاقيه يروح قازي حد من غير يعني ما تعرفيش تبقي تعرفي بعدين بقى اذا كان الشخص ده يستحق ولا لأ لكن هو مؤذي ويحب يعمل مقالب في الناس يحفر حفر ليهم يعمل لهم فتنة يعمل لهم مقالب يوقعهم في الغلط ايه رأيك تتجوزي تعيشي معاه تأمني على ولادك معاه تأمني على حياتك معاه بالطبع لا على رأي الاستاذ عبدالوهاد خلينا اخد مكلمة مين معنا معنا الاخ يوسف من مصر اهلا يا يوسف طب معلش لما يتصل تاني وصله لي عايز اقول حاجة احنا بنتكلم عن الشر واحنا ساعات بنبقى فاكرين ان الشر ده مثلا كائن الشر مش كائن الشر فعل الشر حدث الشر فكر الشر تصميم على شيء يخالف الله اكي يعني اه 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 لكن فيه شرير الشرير هو الشطان مصدر الشر هو الشطان اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس بيقول انه هو الشرير وابو كل شرير خلينا نشوف انه في الكتاب المقدس في نوعين مهمين من الشر نقدر نتكلم عنهم النهار ده اقول لنا يعني عايز اركز عليهم النهار ده في موضوع فكرة الشر في الكتاب المقدس في اللغات الاصلية للكتاب المقدس لما بتيجي كلمة شر هي في العربي شر شر في كل حتة في كل آية يعني ممكن تبقى في آية مثلا الله بيقول انا صانع السلام وخلق الشر لكن هنا كلمة شر لا تعني الشر يعني تعني واحد من النوعين دون تعني الشر اللي بيجي اللي احنا بنشوفه في صورة مثلا زلازل براكين حاجات الطبيعة التغييرات الطبيعية اللي بتسبب اذى في حياة الناس لانه الله خالق دا كله دا حقيقي لكن دا ما بيتقالش عليه شر اللي هو الشر الاخلاقي الصورة التانية اللي بتارد بيها الكلمة هي صورة الشر الاخلاقي هي في العربي بتتنطق الاتنين شر لكن في العبري لا وبتتكتب يعني بطريقة مختلف عشان كده بنبقى عارفين مقصد الله في الآية في الأصل في اللغة الأصلية بيبقى مختلفة في الآيات اللي بتكتب بمعنى كوارث ذا الكوارث الطبيعية وده بيبقى في إطار ما يسمح به الرب للتأديب أحيانا الله يسمح بألام في حياتنا للتأديب ولكنه دائما يحفظ أبنائه دائما وفيه الآيات اللي بتتكلم عن الشر بمعنى الشر الأخلاقي وده غالبا ما بيكون مصدر الشيطان أو اختيارات الإنسان بما إننا يعني شرحنا الفكرة دي من ناحية الكتاب المقدس فإحنا بنتكلم عن كل أنا عايز أتكلم عنه النهاردة هو بيدور في إطار شخص الله محوره شخص الله لما بنيجي نتكلم على شخص الله لما هذه الصورة تشوه في أذهاننا فما نعرفش إحنا بناتبع مين فإحنا عايزين النهاردة نفصل الموضوع أنا عايزكم تعرفوا إن الله ليس فيه شر ولا شبه شر وإن الخطيئة كلها شر في الأيوم كنت تنسب إلى الله ونبص بقى للمنظور الإسلامي اللي بيكلم على الله هو شخص الله إزاي ما يضيق بشخصه ويتوافق مع طبيعته وما لا يضيق بشخصه ولا يتوافق مع طبيعته السؤال بقى الأبدي الأذلي يعني اللي الناس بتسألوا دايما هو هل الله بيسبب الشر هل الله خلق الشر أين هو الله ونحن نعاني من شرور كتيرة السؤال ده على فكرة في ناس بتسألوا على الصفحة في ناس مسيحيين مؤمنين بيسألوا طب ليه في شر في العالم لازم نقف ونبقى متأكدين الأول الكتاب بيقول إيه عن شخص الله قبل ما نكون مركزين على نفسنا غالبا احنا بنسأل لأسباب خاصة كل واحد مننا بيسأل لأسباب خاصة في كاتب وفيلسوف مسيحي شهير جدا اسمه سي أس لويس قال كده من المهم إنه لما بنسأل سؤال أو حتى لما نسمع سؤال إننا نبحث ما هو الافتراض خلف هذا السؤال فالسؤال اللي ما تروح النهاردة أو الأسئلة اللي كلها بتدور في هذا الإطار النهاردة كلها بتفترض اللي أنا شايفاه بشوف كده إنه السائل بيفترض نقصان فالله مش بس بيسأل عن حاله كتير من الناس يعني بتسأل لأنهم متقلمين لأنهم مثلا شايفين يعني خليني أديكم مثلا يقرب الموضوع في عندي شخص بيكتب لي بقاله فترة طويلة أو يبقل ليه الألم وشايفين إزاي الله شايف الألم وداعش وحياتي وعندي ألم كتير وليه ربنا سيبني وكلام من ده غالبا يعني الله عايز يعلمنا لما نكون بنتكلم بالمنطق ده إنه إحنا نبص على ما هي حقيقة شخصه ونرفع نشيل نفسنا من المركز ونرجعه هو هل الله هو اللي سبب داعش لا طبعا مش الله هو اللي سبب داعش اختيارات الإنسان هي اللي سبب داعش البذرة اللي وضعها الشيطان في الإسلام هي اللي سبب داعش وكل الأثار اللي ترتبت على ناس ما لهمش أي دعوة بالموضوع من مسيحيين لأزيديين يعني لناس حتى في الغرب ما يعرفوش حاجة عن داعش أبنائهم اتأذوا بسبب داعش مثلا مش كده فلازم إحنا نكون بنفكر وعارفين إحنا ليه بنسأل الأسئلة دي لو أنا زعلان قوي القلمي بس مش شايف الصورة الكبيرة لازم أفكر يعني يحصل بعض التوبة أمام الله لأنك تنسب للشر وده مش حقيقي خليني أخد مكالمة الأخ يوسف من مصر أهلا يا يوسف تفضل أهلا وسهلا بك يا مرحب بك أخي أماني ربي باركك أهلا بيك يا أخي يوسف تفضل أهلا أهلا بيك كويش الله فراحة برنامكم ده مكيل وممتاز يعني الرب باركك وأنا قلت عادة سأل سؤال بس لو سمحت يعني بعيد عن الموضوع بتاع در ممكن ممكن تسأل وأنا هشوف لو عندي وقت أجاوب أجاوب تفضل لا سؤال بسيط يعني تفضل بالنسبة لعندنا في مصر أجام المسيحية في إنجليا وفي رزقس وفي تسوليك و جميع الطواعب أي ترمان معايا معاك تفضل يعني أنت عميز زي الدين الإسلام المزاهبة بحنيفة وبحنبل أكثر عندنا نحن في القاهرة إلى رزق أكثر دينا عندنا في القاهرة يعني أنت عايز تسأل ليه فيه طواقف في المسيحية سؤالك نهايته أنه فيه ليه طواقف في المسيحية عندكم طواقف في المسيحية ما أنا عارف أنا عارف يعني إيه نهايت سؤالك يا يوسف أنت عايز تسأل فيه طواقف ليه نعم نعم أوكي ماشي هو ده بس السؤال عاقصة عندك أعطلك على البرنامج الحلقة المتدد يعني نستفيد منه برضا ربنا يخليك يا يوسف شكرا أنا عايز أسألك خلينا أسألك أنا بقى سؤال أوكي أنا سأل نجل تغوش على طواقف واحدة نعم أنا فهمت سؤالك فهمت سؤالك أوكي نعم شكرا أوكي لا أنا عايز أسألك سؤال بقى أسألك سؤال أوكي قل لي أنت إيه مفهومك لأن الله ممكن يكون خلق للشر أنت تقدر تقول أن الله ممكن يخلق الشر يبخلق الشر في طعم أنت بتقول أنا بسألك هل الله يخلق الشر لا الله الله يحدد كل الناس ويحدد الخير للناس أوكي طيب طيب إيه رأيك أنه في القرآن بيقول أن الله خلق الشر لا عن حديث نعم عن حديث طيب ممكن تحطوا لي الآيات تانية على الشاشة أو رواية ما هو فيه حديث وفيه روايات وفيه قرآن خالق الخير والشر فتنة لشان إسه أريه الآية ولو أنت بتسمع ماشي معك بس الخير يا أخت الفاضلة نعم الخير من الله والشر الشر من الإنسان ومن تعاله من الشقان بوصوله تذكيره إذن أنت لا توافق على أسلوب فكر القرآن على أد معلومات مدام عليك بص يا يوس الله يبتلي الإنسان بالخير وبالشر بيقول لك أنا ببتليكم بالخير والشر فتنة اللي اتنين نعم ده سورة الأنبياء وعندك يعني حديث وحتشوف دلوقتي الشيوخ بيقولوا نعم الله هو خالق كل شيء هو خالق الخير والشر منفعش تقول إنهم خلقش اللي اتنين فإنهم ينسبوا ده لأنه الله خلق الشر أنت بتقول كإنسان إنه لا يوافق فكرك عن الله مش كده الإنسان أبما يتقولي يعني إنهم الله خلق الإنسان أي مكتب لها يعيش إمتى وحيتدور إمتى والإنسان طيب لما أخذ مدام حتى لابسؤال واحد ترد علي وهنشوف تعرف اللي ولا الإنسان مخير أو مصير لا الإنسان له اختيار يا يوسف أوكي خلاص ماشي يا يوسف أنا فهمت إنك مش قادر تقول يعني مش قادر ترد لأنك بتواجه بآيات قرآنية أوكي لكن خليني خليني أرد على سؤالك الطواقف المسيحية دي من صنع البشر أوكي كل يعني ما هيش من صنع الله إحنا مرجعنا الكتاب المقدس والكتاب المقدس عنده كل الطواقف واحد أوكي الكتاب المقدس لا يتغير نعم في ناس تختار إنها تعبط بالطريقة دي وناس تختار تعبط بالطريقة دي ده يعني لا ينعكس على المسيح دائما إحنا اللي بنصعب الأمور على نفسنا فما تبصش للناس وأنصحك وكل اللي بيسأل في الموضوع ده حط عينك على الكتاب المقدس حط عينك على المسل في المسيح اوعى تحط عينك علي أنا كمسل ولا على أي حتى شخص بيقول لك حاجة مش موجودة في الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيقول إن إحنا إحنا كشعب ككنيسة الله جسد الله الواحد لا يفرقه شيء طبعا أنا بقى عايز أعبد بالابطي وأنا عايز أعبد بالعربي وأنا عايز يبقى عندي طقس شكل وكده دي حاجة مدام الأصل لا يتغير دي بقى يعني نسأل فيها أصحاب الطواف أنا بشكرك يا يوسف الرب يباركك يعني من الصعب على المسلم لما يصدم بحقائق كانت مستخبية أنا أقول لكم بمنتهى الأمانة أنا لم أكن أعلم إنه الإسلام بيقول إنه الله خالق الشر لأنه يخلق شيء فيه أنا مكنتش عارفة كده ولا كنت أعلم موضوع إن الله يفتن عبيده دي يعني يعني سامحوني فيه حاجات كتير بالدراسة الواحد يعني ابتدى يعني يفهمها فتوجد عندنا أسئلة صعبة كتيرة جدا عبدالله الرشدي بقى اللي بيسأل ويرد بقى على الأسئلة الصعبة بتاعة الزمن بتاعنا دا دلوقتي بكل في كل المواضيع والاتجاهات والتعليقات وعنده حاجات يقولها في كل حاجة في المجال الإعلامي والديني والقراء الشخصية والستات والرجال وكل حاجة شيخ بقى ويقولك الأزهر قادم وعنده المعرفة تكفي الملايين بقى مش كده عبدالله الرشدي بيسأل ويرد على السؤال دا يقولك ليه ربنا خلق الشر وأنا عايزة أخد فيديو هو اتكلم فيه وبيقول فيه إنه الحياة هنا مرتبطة بالحياة في الأخرة أنا أحط لكم بس جزء صغير من الفيديو ونشوف بعد كده أنا أقول لكم تفاصيل أكتر فيه تفضع لو نشوف الفيديو اللي جاي في الحال دي ربنا بقولك فاكر زمان في الدنيا اللي فاتت دي فاكر لم واحد ظلمك وفترع عليك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يعني يد المصيبة السودة ما لهذا الكتاب لا يغادلوا صغيرة ولا كبيرة ده كل حاجة مكتوبة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة فإنسا يكون فيه ظلم الحد إنسا أن الطفل اللي انت شايفه في الدنيا دوت معذب سوء يقول لك وضع الكتاب بس أنا هو عايزي عايزي يقول إيه إنه هو بيتكلم عن إذا كان فيه طفل معوق ولا حاجة زي كده فييجي بقى في الآخر أو شخص معوق أو حد عنده ابتلاء صعب يقول لك يجي بقى في الآخر بص بقى الراجل ده أو الناس دول تعبوك في إيه أو أنت تعبت قد إيه أنا حوريك بقى أنا حديلك يعني أغضق عليك إزاي في الجنة مش كده فيقول لك بقى أما يجي يبقى وضع الكتاب بقى فطرى المشركين مشفقين ووجدوا ما عملوا حاضرا المشركين وقفين مرعبين والأشخاص اللي جالهم ابتلاءات عظيمة واللي عندهم المولودين مشوهين والمعاقين دول بقى يعني أما تشوف اللي هيحصل إنسى بقى أن فيه ظلم الحد في الدنيا إنسى أن الطفل ده مظلوم أبدا يشرح لنا بقى بيقولك هو شرحه بيقول إنه فيه إنسان مثلا في الأرض تلاقيه غني وعنده حاجات حلوة كتير بس امراته مغلباه أو عنده طفل مولود مشوه أو معاق وواحد تاني فقير لكن حالته تعبانة بس عنده حاجات حلوة مخليها راضي ويتكلم على إننا ما بنشوفش الصورة كلها بل إحنا دائما نكتزق الأمور يعني إيه بقى يعني إحنا مثلا ليه بنكتزق الأمور وإحنا مش عارفين الإنسان ده مبتلة ومبتلة ليه يعني إيه ما تاخدش الأمور باللي إنت شايفه يعني إنت مثلا شايف واحدة أم بتضرب ابنها فإنت ما شفتش الولد ده عمليه ولا الأم قصتها إيه ولا هي بتضربه ليه إنت بس شفت الضرب إكي ده اللي إنت شايفه قدامك فبلاش تكتزق ما تاخدش الضرب لوحده يعني لما تشوف الشخص المريض بلاش تكتزق أما تشوف الشخص المعاق بلاش تكتزق هو الله ابتلاب ده والله سبب هذا الشر الله قدر عليه هذا الشر لكن إنت مش هتشوف بقى إيه اللي بعد كده اللي هيحصله في السماء أو ده هيأثر على حياة اللي حواليه إزاي وإني يقول لك إيه ولما تشوف ده هتشوف إنه في ناس هيكونوا موجودين ويتمنوا إذا كانوا بيقول كده حديث عن محمد إنهم لو يتمنوا لو إنهم قردوا بالمقاريد خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده عايزة أوريكم الحديث ده الحديث ده متاخد من بستان الفقراء ونزهة القراء موجود فيه وفي أماكن كتيرة جدا نشوف السلايد اللي بعد كده السلايد ده بقى بيتكلم عن إيه بيقول لك الحديث قال رسول الله أخرجوا الأصبهاني عن أنس ويقول قال رسول الله تنسى بالموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الحج فيوفى أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية أنهم لو كانوا في الدنيا تقرد أجسادهم بالمقاريد مما يعني غيرانين بقى مما يذهب به أهل البلاء من الفضل وذلك من قوله إنما يؤتى الصابرون أجرهم بغير حساب وعندكم بقيت تكرار لنفس فكرة الحديثة عندي ملاحظات على اللي أنا حكيتهولكو ده اللي هو قاله كله وهتلاقوه موجود في الفيديو نحطهولكو على الفيسبوك بردو الملاحظة الأولى إن المتكلم هنا ما بيتكلمش عن إله قدوس الله القدوس اللي بيظهر لنا شخصه في الكتاب المقدس ما بيحسبش الناس كده لا يبتلي الناس بالأمراض لا يبتلي الناس بيرتوقف لي الشاشة مفضل لا يبتلي الناس بمشاكل في حياتهم علشان خاطر بعد كده يختبرهم فييجوا بقى في الجنة يقوم بقى يديهم فيد من يعني التعويضات التعويضات الحقيقية اللي الله بيديها لنا تعويضات ما هيش تعويضات مادية وفكرة السماء أو الجنة في الإسلام كلها حاجات مادية يعني هيبقى له مكانة مش عارف إيه هياخد دهب مش عارف إيه هيبقى له حور مش عارف إيه هيبقى شكله كذا لكن الكتاب المقدسة ما بتكلم عن مكاننا في السماء ومكاننا مع الله بتكلم بصورة مختلفة خالص بتكلم عن إنه هيكون لنا حياة هيكون لنا أجساد جديدة هيكون في تجديد في حياتنا هيكون في كمال في حياتنا ولكن الحضور أمام الله إنك تكون في حضرة الله مقبول بكل خطياك وكل ألامك اللي أنت مرت بيها وكل غلطاتك اللي أنت عملتها اللي أنت فاكرها ومش فاكرها والكلام ده كله المسيح يشيلها كده بمساحة ويشيلها عنك لأنك لجأت ليه فتقف في محضر الله هي دي السماء إنك تقف في محضر الله إنك تكون في الملكوت في مشيئة الله في تقريره الأول هو زي خلق الأرض والسماء والجنة والإنسان والكلام ده كله فكرة الله الأول إن إحنا نكون قريبين منه وعندنا عشرة معاه هي دي السماء يبقى اللي بيتكلم عنه ده يعني مش عارف أقول لكم إيه وأنا بسمع الحديث ده حسيت إن إحنا قاعدين في يعني معليش سامحوني شفتوا عمركوا فيلم على بابا مثلا والأربعين حرامي الرئيس العصابة يدخل كده ويوزع بقى على الناس إنت عشرة وإنت خمسة وإنت عشرين وأنا يا ريس وكده في توزيع على الناس كأنه يعني إنت تستحق كذا وإنت تستحق كذا ده يخالف شخص الله خالص ويبقى أنت داخل الجنة على حساب أعمالك وعلى حساب صبرك وعلى حساب اللي أنت مريت به مش على حساب فداء الله ليك ودم المسيح ده مش الكتاب المقدس الملاحظة التانية إنه الخلط بين خطايا الناس ومسئوليتهم عن أفعالهم أنا قلت دي والقدرية إذا كان الله قدر على الناس إنهما يبقى عندهم يمروا بالألام دي فإزاي نقدر نقول إنه يعني يحملني مسئولية اللي أنت حطيته علي يعني مثلا الزوجة النكادية مثلا طب يعني مش أنت اللي ابتليته بالزوجة النكادية هو يعاقب ليه والزوجة النكادية مش هي ابتولت بإنها تكون نكادية وهو ده بلاء برضو عشان تقرف جزء من ناحيتين تبقى هي عرفانة وتقرفه في خلطة أيضا بين المرض والابتلاء المرض ده نتيجة للخطية يعني إزاي نقول إنه الله هو اللي سبب مرض الطفل المعاق إزاي الله يبص لطفل هو بيخلقه ويصوره ويقول أنا هطلعك ناقص حاجة أو محتاج حاجة الله حتى الطفل المعاقدة مصوره كامل معطيه كل شيء هو هيحتاجه في حياته لكن لازم نعرف إنه قبل الخطية ما كانش فيه مرض المرض نتيجة لدخول الخطية والشر في حياة الإنسان المرض نتيجة للشر في حياة الإنسان على الأرض الكوارث الطبيعية ده تقدير الله فعلا ده الله بيعمل كده فعلا علشان يعني تأديبا للناس وتغييرا لمواقف كتيرة وأحيانا غضب منه الملاحظة التالتة إنه فيه يعني فهم تعاملات الله في الدنيا وصورة الآخرة بشكل خاطئ خالص الطفل زنبه إيه والأهل يعني إيه زنبهم مين المتسبب في هذا الشر اللي هو وقع على هذا الطفل المتسبب هو الله في الإسلام ده الفهم الإسلامي هل تقبل إنك تتبع إله يسبب شرا للأطفال يسبب مرض ليك يسبب كوارث علشان تأذيك وهو اللي خلقها ده جزء منه جزء من طبيعته يستحيل إنك تقول إنه الله جزء من طبيعته شر استحالة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده والمعضلة اللي بيقع فيها الشيخ شحرور ومحمد شحرور الأستاذ محمد شحرور والشيوخ اللي قاعدين معاه بيحاولوا إنه هم يعني يتنقشوا في موضوع الله خلق الشر ولا مخلقش الشر معضلة كلهم محتسين وكل واحد منهم يقول حاجة وبعدين يبص للتاني وما هوش عارف اللي قاله ده صح ولا لأ أصله يعني الفرق شعرة نشوف الفيديو دكتور ده هي كل من عند الله لأن الله عز وجل واحد خلق الخير والشر وجودا وجودا مش كده نعم ثانيا أقدرك على الخير والشر بشكل متساوي تماما عظيم أنت لما تروح تعمل الشر يبقى من الذي فعل الشر من الذي أوجد الشر هنا من الذي اختار فعل الشر أنا يبقى من الذي أوجده اللي أوجده رب العالمين طب بأمانة مش هما متلخبطين بأمانة لما تسمع الكلام ده مش هما متلخبطين هو السؤال الراجل ب33 بيسأله طب انت لما تروح تعمل الشر من اللي اختار وبعدين لا نفسه لا هو من عارف من اللي اختار من اللي اوجد الشر فقال له لع لما أنا عمل غلط أنا اختارت لكن اللي اوجد الشر هو الله لأن القرآن بيقول كده لأن الإسلام بيقول كده هو خالق الشر وكأن الشر ده كائن موجود يهدد حياة المسلمين فعلا ده حقيقي هو كائن موجود يهدد حياتك اسمه الشيطان المتمثل في صورة إله الإسلام وتعاليم الإسلام إذا كان من النحية دي يبقى صح خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده هنشوف الشيخ بقى محمد حسان يعني الحقيقة بيبهرني بقراءه الشيخ محمد حسان والإيمان بالقدر خير وشره ده جزء من إيمان المسلمين جزء من العقيدة الله خلقكم وما تعملون خلينا نشوف الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان المرء إلا به والله خلقكم وما تعملون نعتقد اعتقادا جازما أن علمه وكتابته ومشيئته وخلقه لكل شيء من الخير والشر نؤمن أنها من أفعال الله وأفعال الله كلها كمال يقول الله خلقكم وما تعملون هو كده كله من صنع الله خير وشر إذا كان الله يصنع الخير ويصنع الشر يخلق الخير ويخلق الشر يقدر الخير ويقدر الشر دي بقت حوسة في حياة الإنسان يعني بقت حوسة يعني أنت كإنسان محاط بالاخبطة غير عادية لو أنت هتقع تحت طائلة يد هذا الإله لأنه يقدر عليك الشر ويعاقبك عليه ويروح معاقبك عليه في الأرض ويعني ياخدك في السماء يروح يقول لك إيه طب أنا هحدي لك بقى لا يعني إذا أشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء برضو مش كده إذا شاء تيجي في الآخر يقول لك طب خد شوية حاجات أديها لك في السماء طبعا ده مش هيحصل أوه تدقوا بكلام ده بيقول لك إحنا أهل السنة نعتقد اعتقاد جازم ولا رايبة فيه إن علمه وما شئته وخلقه لكل شيء من خيره وشره من أفعال الله دي كل ده من أفعال الله وهو اللي قدرها لأن أفعال الله كلها كمال محد يعني العاقل يقول إنك إذا أطفيت الكمال على الشر فأي كمال تطفي أنت على الشر كمال الشر يعني عزم شره أتنسب لله يعني عزم أعظم شر في الدنيا زي أمكر الماكرين كده فتمكرون ويمكر الله وهو الله خيره الماكرين وكيف يكون عزم الشر مصلحة الخلط بين الكمال في الصلاح ووجود الشر في الله يعني إيه إحنا قلنا إن الله كله القدرة كله الوجود يعني قلنا إنه الله ما عليش ساري وقفلي الشاشة الله إذا كان كل شيء كل صفة من صفاته كاملة فما ينفعش إنه تحط الخير جنب الشر وتقول ده كمال ما ينفعش لأن الشر خطيئ والله لا يمكن أن توجد فيه خطيئ الشر ظلمة والله نور لا يمكن يوجد فيه إلا نور فما ينفعش الكلام اللي حضرتك بتقوله يا شيخ حسان ده يعني كلام لا يمكن يصدق عايزة أقولك حاجة تانية قالها الشيخ محمد حسان بيتكلم عن بيضرب لنا مثل يقول لك خديني بقى إيه أديكم مثل عن تقدير الله وبيقول كده خليني أروح لما أقول قالها مهمة جدا على الموضوع ده بيقول إنه تقدير الله استانوا أقول إيه أوكي الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله وإنما باعتبار المقدور له دي اسمعه كويس الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله ولكن باعتبار المقدور له يعني إيه يعني باعتبار اللي حيقع عليه هذا التقدير ويروح واخد لنا مثلا بالنار وبيقول كده إذا النار صدفت ما ينبغي إحراقه فيبقى ده خير يعني إذا النار مثلا هتوتع هتولع في حاجات لازم نحرقها فده خير لكن إذا صدفت ما لا ينبغي إحراقه فهو الشر وده يعني الشر الإضافي النسبي بقى يعني إيه على حسب الشر اللي انت شايفه من جانب واحد انت شايفه شر وحد تاني شايفه خير يعني مثلا يعني خليني أقول حاجة في الثقافة الإسلامية إنه الناس بتدعي على بعض فيقولك إيه إنه مثلا واحدة مثلا يكون جزها أزاه فتقولك يا رب اعمل فيه وسوي لي وكده وتعد تدعي عليه فلو الراجل ده يعني معلش المثل صعب شوية لو الراجل ده تحرق بالنار الست دي هتشوفها خير لكن الراجل ده شايف التقدير ده شر عليه سواء بقى دفع تمن ابتلاء مش ابتلاء نسبي فيه إعوجاج في الأمر فيه لخبطة في الأمر لأنه الله مش هيباركك بالشر اللي يقع على غيرك الله لا يبارك بوقوع الشر لكن الله يستخدم الظروف الصعبة ويستخدم نتائج الأعمال في بركة للكاثرين زي قصة يوسف مثلا لما أخواته غاره و يعني وقفوا وأخدوه ورموه في الجب وكلام ده كله وربنا وده مصر وبعد كده أصبح هذا الشر اللي احنا شفناه شر وقع على يوسف واللي يوسف شافه شر من أخواته مش من الله أبدا الله يستخدمه بعد كده هل أنتو دبرتوا شر لكن ربنا استخدمه للخير الله يستخدم الظروف الصعبة في حياتنا كي الثقافة الإسلامية فيها فكرة الإعوجاج يقولك إيه لو لعوجاج القوس ما رمى يا سلام فدي فكرة الإعوجاج في اللف حوالين الأمور وده يعني حتى يعني ما يقولك إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإنه يعني أكثر الحتة المعوجة الأكثر في الضلع هي الرأس وكلام ده كله في حاجة فيه ولعب موضوع الإعوجاج الإعوجاج مقبول في الإسلام وده شر ويجب إنهم يتوبوا عن يجب إن إحنا نتوب عن ده الشيخ حسان بيقول إن الشر يسكر ضمن مخلوقات الله ويقول كده قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حقيق هو بيقول كلام حقيق دي آيات موجودة قرآنية بتقول إن الله خلق الشر خلينا نشوف الفيديو الأخير وعرف منه هو أوجد الشر في الكل لما سألت السبب ده وهو الله سبحانه وتعالى قال إن الشر في الكون ده عبارة عن حاجتين إما شر الإنسان قد اكتسبه بيده وده عبارة عن نتيجة التصرفات أو نتيجة الحرية الممنوحة للإنسان النوع الثاني من الشر هو نوع الحاجات الطبيعية التي لا مدخل للإنسان في اكتسابها زي ما قلنا الفيضانات والزلازل والبراكين وولادة أطفال مشوهين حاجات زي كده طب الكلام يعني ممكن يكون شبه شبه حقيقة إنه فيه شر بيكتسبه الإنسان نتيجة أعماله وده فعلا يعني كل عمل يقول فعل لي رد فعل وفيه كمان الشر اللي تكلم عنه الكتاب المقدس اللي هو بيقع على الناس البراكين والزلازل وكلام ده كله وده حاجات الله بيعملها لكن الله لا يخلق لا يسبب ولادة أطفال مشوهين الخطيئة والمرض هو اللي سبب ده الفرق بين تأديب الله وغضب الله ده يعني شيء كبير عندما يؤدب الله أبنائه يخلينا نتألم بشيء أو يسمح أننا نتألم في شيء لكن يعني الله دائما يصبر علينا لكن غضب الله بيظهر مثلا عندما نشوف أنه بيظهر في الحروب مثلا بيظهر في غضبه على مثلا شعب إسرائيل في الكتاب المقدس لما ما سمعوش وما سمعوش ولما حطوا آلهة أو أصنام غضب عليهم الرب ضربهم ضربات كثيرة على الرب ده للتأديب ده للتأديب الشعب كله لكن صبر الله علينا ليه أهداف الله قدوس وبار الله قدوس وبار وليس دار كتاب المقدس بيقول كده سبحوا الرب لأن الرب صالح الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق الله كله المعرفة كله القدرة كله الوجود ها والله بنقرر الآن أنه الله ليس خالق الخطية ولا يوافق عليها لأن ذلك هو الشر من التناقض العجيب أنه نقول عن الله المحب القدوس أنه خالق الشر لأنه هو نفسه الإله اللي بنتكلم عنه ده هو من أرسل ابنه الوحيد لينقذ الإنسان من الخطية والشر المسيح جه علشان يموت عني وعنك الله الله الآب أرسل ابنه الوحيد ليفديك فإزاي إزاي يحفر لك حفرة ويوقعك فيها إزاي بل أنه إرسال ابنه الوحيد ليكون خلاصة ليك وفداء ليك ولي ده إثبات أنه ليس كذلك أنه لا يمكن يخلق الشر لأنه عايز ينجيك من الشر الله ينقذ رجليك من الشبكة بيقول كده الكتاب الله في الكتاب المقدس بيقولك ها أنا ده واقف على الباب وأقرع وينتظر ويعطي فرص بصبر على شر الإنسان فلا يمكن من يعطي هذه الفرص بكل الصبر والمحبة ده يقدر الشر للإنسان زي ما يكون بينصب الفخ للضحية زي الصياد الصياد بينصب الفخ علشان يقع فيه الفريسة اللي هو عايز يفترسها عارفين مين اللي بيوصفه الكتاب المقدس كده إبليس الشيطان هو من يسبب الشر وينصب الفخ وأول فخ نصبه أدخل الشر في قلوبنا وحياتنا اللي هو الخطية الأولى المسيح جه علشان يقول أنا أحمل الخطايا وأطهر شعبي من كل خطية فكيف يزرع الشر في وسطنا اتكلمنا في الأول عن الإفتراض اللي خلف السؤال اللي هو إيه أنت بتفترض إيه وانت بتسأل عن الله في السؤال ده هل من يقول إنك صنعت يداه يقدم ليك ويقدم ليك طريق الخلاص يفترض فيه إنه ينصب الفخاخ ليك إحنا في عالم والله قال لنا أنتم لستم من هذا العالم والعالم للشرير إحنا مش من العالم إن وقع علينا اضطهاد أو مرض أو ألم وإحنا يعني نعلم إننا أبناء الله وإن حياتنا مكرسة له وإننا محميين به فمش حننسب المرض أو 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 الألم أو الأذى أو الشر للرب لإننا عارفين إن الكتاب بيقول حاشة لنا أن ننسب للرب جهالة إخوتي المسلمين يعني أنتو ما عندكوش صورة إله الله الحقيقي وأنا أتمنى أنكم تكونوا شفتوا صورة الله الحقيقي من خلال الكلمات اللي قدمناها النهار دا لكن إحنا كأولاد الله بقول كده لكل أخواتي المسيحيين العابرين المؤمنين إزاي نقدم أمام الرب عذر إن لم نتب على أن ننسب له ما ليس منه الله نور وليس فيه ظلمة الله يعطيك ويعطيني حياة لإنه محب البشر ولا يمكن أن يسبب لك شر أو خية تقع فيها إخواتي بشكركم وإلى الثقاء في الحلقة القادمة